بسم الله الرحمن الرحيم طلاب الصف الثاني الاعدادي الازهري النهاردة ان شاء الله نعمل ملخص كده نراجع المراجعة النائقية للمادة الصرف او النحو نحو الصرف ترمي التاني ونقينش ان شاء الله نجوم بالتفصيل فحاول نفتركز معاك ده الاول انت عارف ان الدرس الاول في النحو اللي هو المفعول به ايه هو المفعول به قال هو الاسم المنصوب الفضلة الذي وقع عليه فعل الفاعل الحقيقي او المجازي المفعول به هو الاسم المنصوب الفضلة الذي وقع عليه فعل الفاعل الحقيقي او المجازي يعني ايه فعل حقيقي هو من قام بالفعل زي مثلا قرأ محمد الدرس يبقى هنا المفعول به الدرس اسأل المفعول به بماذا زائد الفعل والفاعل يعني ماذا قرأ محمد لإجابة الدرس بالدرس والمفاعل طيب أو الفاعل المجازي يعني هو ما نوصفه بالفاعل زي مثلا نتصر على فاعل مجازي الفاعل الحقيقي الذي قام بالفاعل والفاعل المجازيت وصل بالفاعل طيب تعالي رجع لدرسينا المفاعل Bit قال المفاعل Bitだ دائما منصوب المفعول به دايما ايه منصوب علامة النصبه مثلا ممكن تكون الفتحة وده العلامة اصلية امتى الفتحة لو كان مفرد زي مثلا الدرس كده او جامع تكسير لو الكلمة جاية مفرد او جامع تكسير اعرف انها تبقى منصوبة بالفتح طب ينصب بالام بالالف اذا علامة فرعية مع الاسماء الستة او الخمس زي مثلا رأيته اباك اباك مفعول به منصوب بالالف لانه من الاسماء الخمس طيب ينصب برضه بالياء اذا كان وهي علامة فرعية المسنة او جامع مذكر زي رأيته مثلا الولدين المفعول به منصوب بالياء لانهم سنة ينصب بالقصرة كعلامة فرعية مع جامع المؤنس السالم زي رأيته مثلا الفتيات مفعول به منصوب بالقصرة جامع مؤنس السالم يبقى تاني مفعول به هو الاسم المنصوبة الفضلة الذي وقع عليه فعل الفاعل الحقيقي أو المجازي الفعل الحقيقي من قام بالفعل والفعل المجازي من وصف بالفعل قام بالفعل زي مثلا حضرة رأيته محمد كتب محمد درسه وقام بالفعل طيب المفعول بتاعنا بقى دايما منصوب بينصب بالفتحة علامة أصلية لو كان مفرد وينصب بالألف علامة فرعية لو من الأسماء الخامسة اللي هي قب أخ حمو فوزو طيب وينصب بالألف علامة فرعية لو كان مسنة أو كان جمع مذكر وما تنساش ينصب بالقصرة لو ينصب بالقصرة إمتى لو كان جمع مؤنة سالم لأن جمع السالم ينصب بالقصرة طيب هي أقسام المفعول به قال للمفعول به ممكن يكون ظاهر وممكن يكون مضمر ممكن يكون ظاهر وممكن يكون مضمر الظاهر مثلا عندك منه تمانية مفرد مذكر أكرمته الطالب مفرد مؤنس أكرمته الطالبة مسنة مذكر أكرمته المسلمين مسنة مؤنس زي مثلا أكرمته الطالبتين جمع مذكر سالم ضربته المهملين جمع مؤنس سالم أكرمته المعلمات جمع تكسير لمذكر أكرمته الرجال جمع تكسير لمؤنس اكرمت الفاطم يعني تمانية اتنين مفرد مذكر مؤنس اتنين مسنة مذكر مؤنس وجمع المذكر السالم وجمع المؤنس السالم وجمع تكسير المذكر او مؤنس المضمر بقى بينقسم الى 12 نوع متصل ومثلهم برضو منفصل 12 نوع يبقى هو بالمنفصل ومتصل كم نوع 24 نوع خلاص ايه اياك انا عبده اكرمت اي ضمير بيبدأ بقية ضمير منفصل في محال نصر مفعول به على طول اول ما نشوف اي ضمير بيبدأ بقية ضمير منفصل في محال نصر مفعول به وكان ده الدرس الاول يعني الكلام على الدرس التاني المفعول المطلق المفعول المطلق هو المصدر المنصور المؤكد لعمله او المبين لنوع او المبين لعدده سواء وافق عامله في اللفظ والمعنى او في المعنى دون اللفظ. مفعول المطلق هو ايه? هو المصدر المنصوب المؤكد لعامله المبين لنوعه او مبين لعدده سواء وافق عامله في اللفظ والمعنى او في المعنى دون اللفظ. من خلال التعريف كده يبقى المفعول المطلق كم نوع ثلاثة مؤكد لعامله ويكون دايما بدون قايد. يعني ايه? يعني انا مسلا ايه? قرأته الدرس كراءة. مفيش حاجة بعضة. مفيش خلاص هو مش مقايد بحاجة. قرأته الدرس كراءة. مفعول مطلق مؤكد لعامله. في مبين للنوع. عامله. ده بيقايد بقى بوصف زي مسلا قرأته الدرس القراءة ام حاطة وصف جيدة. او حط بعض اضافة دفعته دفاع الابطال. او اشارة صرته هذا السيء. او الف ولام اكرمتوك الاكرام. يبقى تاني. يبقى المؤكد اللي عامله الدرس يكون بدون قيود. يعني قرأته درس كراءة وخلاص. سجدته السجود الماس بس. طب هيبقى موبين للنوع يبقى انت هتقيده. هتقيده مثلا بوصف. قرأته قرأة جيدة. اضافة دفعته دفاع الابطال. اشارة صرته هذا السيء. او الالف ولام زي اكرمتوك الايه? الاكرام. اكرمتوك الاكرام. طيب ممكن يكون مبين للعدد. سجدته لا سجدتين. يبقى عدده. وقفته في الحق ووقفات. عدده. طيب بما ان احنا اخدنا المفهم اطلاق ان هو المصدر طب هنعه ملحوظة بس. الفعل هو كل كلمة دلت على حدث مقترم بزمن. طب بين ايه الفرق بينه وبين المصدر? المصدر هو الاسم المأخوز من الفعل يدل على معنى فعله مجرد من الزمن. معنى فعله مجرد من الايه? من الزمن. طيب المفعول المطلق مصدر. بيجي من الفعل زي ما سيقرأته كراءة. طب تعانينا على الدرس اللي بعد المفعول لاجل. ايه هو المفعول لاجله? المفعول لاجله هو المصدر القلبي الذي يزقر لبيان سبب الفعل ويشارك في فاعله وفي الزمن. زي مثلا قرأته الدرس رغبة في المعرفة. انا قرأت الدرس رغبة في المعرفة. طيب ممكن نقول المفعول لاجله ده هنسأل عنه بلماذا? لماذا قرأت الدرس رغبة في الايه? في المعرفة. طيب هل في شروط للمفعول لاجله? اه. اول حاجة ان يكون من احوال القلب قد طلبوا الرغبة. يعني حاجة بتدل على الرغبة يا مثلا مزاكرة طمعا. فاذا كان من احوال الجوارح كالكراه والكلام ده يجب يجر ولا ينصف. اتنين ان يشارك العامل في الفعل والزمن يعني مثلا المصدر يشارك العامل اللي هو الفعل في الزمن الوقت. طيب ايه انواع المفعول لاجله بقى? الف مفعول لاجله مجرد من قاله الاضافة. يعني مجرد من قاله اضافة. مفهوش الف لام ولا بعده مضاف. ده يقصر نصبه ويقل جر. زي ذكرته املا في النجاح كده. يقصر نصبه ويقل جر. ممكن يبقى فيه الف لام زي ده ربطه ابني للتقديم. ده يجوز فيه النصب والجر. ينفع نصبه. ينفع اجر. طيب فيه مضاف. يعني جاي بعده ضمير الف لام. ده بقى يتساوى فيه النصب والجر. يعني ده ربطه ابني تقديبه. المفعول لاجله هنا كلمة تقديب. يتساوى فيه النصب والجر. يبقى تاني. المفعول لاجله ايه? هو المصدر القلبي. الذي يسقر لبيان سبب. عشان كده بنقول لو انت عاوز تتعرف ان الكلمة دي مفعول لاجله لا. اسأل عنها بلماذا. لماذا قرأت الدرس رغبة في المعرفة. طيب. يا بالنسبة له كم نوع او شروطه الاول شروطه ان يكون من من افعال القلب او الطلاب او الرغبة. وانه يشارك العمل بتاعه في الفاعل وفي الزمان. طيب. انواعه فيه مجرد من القل والاضافة. وده بيقصر نصب وبيقل جره. وفيه مقترن بقل يجوز نصبه وجره. وفيه مضاف يتساوى فيه النصب والايه? والجر. يتساوى فيه النصب والله. طيب. عبقى نتكلم على الدرس اللي بعده المفعول فيه اللي هو ظرف الزمان والمكان. ظرف الزمان ولا ايه? والمكان. ايه هو ظرف الزمان والمكان او المفعول فيه? وخلي بالك. يمكن لك استخرج مفعول فيه وبين نوع. بين نوع يعني تقول له ظرف زمان ولا ظرف مكان. هو الاسم المنصوب الذي يضل على الزمن مبهما او مختص. او المكان المبهم الذي وقع فيه الفعم. والاسم المنصوب الذي يضل على الزمن مبهما او مختص. او على المكان المبهم الذي وقع فيه الفعم. يعني زمن مبهم. زمن مبهم هو مدل على الزمن غير محدد. يعني عسن لحظة برهة. يعني عسن فكر الطريب لحظة مش محددة ملاش بدايون هاي يسموه زمن مبهم وزمن مختص هو ما دل على زمن معين يخصصه عن طريق مسلا ممكن اخصصه عن طريق الوصف صمت وقتا طويلا مسلا يعني ممكن اخصص زمن مختص ده بخصصه عن طريق وصف مسلا وقتا طويل او الاضافة يعني كنت قلت صمت يوم وخلاص كنت تبقى مبهم بس لما قل صمت يوم الجمعة بقى مخصصة او اخصصه بالالف واللان اعتكافته الليلة وهو عشان معرف ايه بالالف واللان بقى مخصص عن طريق الالف واللان طيب ممكن اخصصه بعدد زي مثلا صمت يومي يبقى انا خصصت الزمن المبهم اليوم بعدد انا ذكرته بعدد لابا كام يومين يبقى تاني زمن مبهم هو ما دل على زمن غير معين هيا مش محدد زي لحظة برهة وقت يوم ممكن احول الزمن من مبهم لمختص عن طريق مثلا الوصف ان انا اقول صمت وقتا طويل الاضافة صمت يوم الجمعة او خصصه بالالف واللان اعتكافته الليلة مثلا او بعدد صمت يومين او تمام يبقى انا انا ممكن احول الزمن المبهم لزمن ايه مختص طب او المكان المبهم يبقى اللي بتعرب مفعول فيه المكان مبهم بس المكان المختص يرى بحسن موقعه مكان مبهم هو ما ليس له حدود زي مثلا امام فوق تحت جلست امام وقولت لك ملحوظا المكان المختص ما له حدود ويجب جره بحرف الجلعة مثلا جلسته في المسجد في المسجد اتبقى اسم مغرور مش ظرف طيب يبقى المفعول فيه هو الاسم المنصوب الذي يدل على الزمن مبهما الزمن سواء مبهم او مختص ولكن في المكان لازم يقوم مبهم بس طب تعالى نشوف الدرس اللي بعد المفعول معه ايه هو المفعول معه قال هو الاسم المنصوب الفضل بعدواه متصلة به تفيد المصاحبة مصبوكة بفعل يعني ايه دي يعني بيجي بعدواه الاستحالة ما نفعش ان انت تجمع بينه بينها وبينه يعني ما نفعش تقول تجمع بين اللي قبل الواو وبين الفيع دي عسل واحد بقول سيرت والنيل هل انت ممكن تمشي وتاخد النيل معك خرجت والفاجر هل ممكن تخرج وتاخد معك الفاجر ماشي طيب ايه هي احواله بقى الاسم واقع بعد الواو يعني اشكال الاسم اللي بيجي بعد الواو ممكن يجيبه النص بعد انه مفعول معه امتى قال اذا امتنع ان يشارك ما قبل الواو وما بعدها في احداث الفعل لو اللي قبل الواو واللي بعدها ما ينفعش يجتمع في احداث الفعل اعرف ان انت مقبل انك تعرف مفعول معه وجوب النص بعد انه مفعول معه يا عسل صرت والنيل خربت والشروق هل ممكن تخرج وتاخد الشروق معك قال ايه لا يبقى داس مفعول معه طب ممكن يا جزء النص على انه مفعول معه ولا عطف امتى لو اللي اتنين يجتمع يعني ممكن انه حضر محمد واحمد هل ممكن الشخصين دول يجتمعوا في الحضور قال له اه ممكن يتقيب ايه ممكن يجا عند احمد واعريبه معطوف مرفوع او مفعول معه الاتنين عادي ايه الفرق بين حضر محمد واحمد وخرقت والفجرة والشروق خرقت والشروق يبقى الحدث مش هينفع يبتمع ينفع شخره واخد الشروق معادي اما حضر محمد واحمد الشخصين ممكن يبتمعوا عادي في الخروج والحضور طيب طيب ممكن وجوب الحكم الثالث وجوب العطف وامتناع النص يعني تعريب اسم معطوف بس ما افعال مشاركة يعني ايه افعال مشاركة دي افعال مشاركة هي الافعال اللي بتقع بين شخصين يعني محتاجة شخصين زي تعاونة تجادلة تقاصمة تشاركة تنافسة تشاورة بيسموا افعال مشاركة لما يكون في فعلة مشاركة زي تعاونة محمد و وصديقه يبقى صديقه ما تعريبش اللي اسم معطوف بس يبقى انا عندي كم حكم جدا تلاتة الحكم الاولاني مثلا وجوب النصب على انه مفعال معه لو هيمتنع يتشارك ما قبل الواو مع ما بعدها زي مسلا انت سيرتوا انيه يجوز النصب على انه مفعال معه والعطف على انه اه والعطف على انه اسم معطوف لو ينفع انهم يجتمع زي حضرها مسلا محمد وعلم وجوب العطف وامتناع النصب مع فعال ايه المشاركة يعني اتكلم معه على الدرس اللي بعده اللي هو الحال ايه هو الحال الحال هو وصف نكرة فضلا منصوب موصف نكرة فضلا منصوب مبين لهيئة صاحبه في حدوث الفعل في حدوث لايه الفعل زي مسلا عندي حضر الطالب مسرعا مسرعا دي حال اولا نسأل عنه بكيفة كده الحال هنا بيبقى اجاب صالب كيف اسأل كده كيف حضر الطالب هتقول مسرعا حال منصوب الوصف نكرة فضلا منصوب مبين لهايئة ايه صاحبه طيب الحال ده هو يصح اولا فضلا يعني ايه فضلا يعني يصح الاستجناء عنه ليس ركن اساسي من الجمل يعني انا عادي ممكن اقول حضرة محمد وخلاص حضرة الطالب وخلاص وهتخلي بالك ان الحال دايما نكرة وصعب الحال بيكون معرفة والحال واصف نكرة طيب ها عندي مثلا ايه يعني مثلا ايه مثلا حضرة الطالب الطالب معرفة وصعب الحال معرفة ومصنعة جاي نكرة تمام طب ما هي شروط ما جاي الحال من المضاف إليه هل اي مضاف إليه ممكن يجي منه الحال يعني انا ممكن اجيب من اي مضاف إليه اجيب منه حال قالي لا في عجل اسمها شروط ما جاي الحال مضاف إليه اول حاجة ان يكون المضاف بعض من المضاف إليه يعني بعض جزء من زي مثلا ربنا قال في الكرآن ايه يحبوا احدكم ان يأكل لحم اخي ميتا الحال هنا ميت وصعب الحال الاخ صعب الحال اخي ده واطف ده هو ده صاحب الحال وجاي نكرة قصد قاسف جاي هنا من المضاف من شروط ما جاي بقص الحال من المضاف ده ان يكون المضاف من المضاف إليه ده ان يكون المضاف لحم جزء من المضاف تمام يبقى انا عشان اجيب الحال من المضاف إليه لازم ان يكون المضاف اللي هو اللي قابله جزء منه او رقم اتنين كالجزء يعني كالجزء يعني نسأل ربنا قال في الكرآن اتبع ملة إبراهيم حنيفا الحال هنا حنيفة وصعب الحال إبراهيم الملة كالجزء من إبراهيم يبقى من شروط ما جيء الحال من المضاف إليه ان يكون المضاف يئم جزء ماشي خلاص زي قولة تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا إخوانا دي الحال والصدور جزء منهم عادي أو او كالجزء واتبع ملة إبراهيم حنيفا الملة كالجزء من سيدنا إبراهيم طب ثلاثة أن يكون المضاف مما يصح وقوحات يعني المضاف مما يصح وقوحات يعني توفر فيه شوط الحال يعني وصف مثلا ينفعي حال زي مثلا إليه قولة تعالى إليه مرجعكم إيه جميعا فأنت عندك المضاف مرجع خلاص مما يصح مشتق يعني مصدر مما يصح وقوحات والحال هنا كلمة إيه جميعا طب تعالى بنا نتكلم على أنواع الحال بقى في رقم واحد أقسام الحال باعتبار انتقال الوصف واللزوم يعني هل ثابت ولا متغير قال لي في حال منتكل قال لي بالك منها وإيه الحال منتكلة دي هي ما يفارق الوصف بها صاحب الحال يعني حال متغير مش ثابت يفارق الوصف بها صاحب الحال يعني الوصف بها مش ثابت مع صاحب الحال ممكن تغير تمام زي مثلا حضر الولد ماشي الحال هنا مش ثابت مش زي من الوقت جا بيجي ماشي تمام مش حال مش ثابتة مش وصف ثابت طيب في حال لازم لازم يعني ثابتة بقى هي التي يلازم الوصف بها صاحب الحال يعني ايه يعني خلق الإنسان ضعيف آه صفة الضعف ملازمة الإنسان دعوت الله يا سميع آه صفة السماع ملازمة لله سبحانه وتعالى بعث الرسول صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام هاديا الهداية صفة ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم يبقى دي اسمها صفة لازمة يعني ثابتة ما بتتغيرش طيب أي أقسام الحال باعتبار اشتقاقة يبقتين الحال باعتبار امتقال وصفه و لزومه إذا حال ثابتة متغيرش إذا حال بتتغير أقسام الحال باعتبار اشتقاق لفظه و غمضهن في حال مشتقة حال مشتقة هي ما كان لفظه و وصفه مشتقة زينا حضر الرجل الولد راكيبا ده مشتق يعني ايه مشتق يعني هم فاع ينفع جمعه الفعل مشتقات اسم الفعل اسم مفعول ينفع جيد منه الفعل طيب في حال بقى بيسمع حال موطأ او جامد ايه حال موطأ او جامد هي ما كان لفظوها اسما جامدا اسم جامد زي مثلا انه انزلناه قرآنا عربيا قرآنا فتمثل لها بشرا سويا بشرا اسم جامد مش هينفع جيد منه الايه مش هينفع اشتق منه الفعل يبقى الحال من حيث الاشتقاق والممود حال مشتقة وحال موطأة كلمة موطأة يعني جامدة حاول تجيب منه الفعل مش هتقرف اما المشتقة ينفع جيد منه الفعل طيب اقسام الحال باعتبار الزمن الحدوث في زمن العامل ودي ممأ اوي 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 مركز معا فيها في مثلا حال مقارنة اللي الزمن زمن الوصف اللي هو الحال هو و زمن الفعل اللي اتنين في نفس الوقت يتلاقي العامل اللي هو الفعل والحال اللي اتنين في نفس الوقت فبيسموه حال مقارنة حال مقارنة طيب في مثلا حال مقدرة ما كان زمن الوصف متأخر عن زمن حدوث الفعل يعني مثلا الفعل سابق زمن الفعل سابق الحال ادخلوها خالدين طيب في حال محكية ما كان زمن الوصف الزمن الحال زمنه سابق الفعل زي مثلا نجحته في الامتحان مذاكرا الفعل متأخرا ماضي يبقى تاني في حال مقارنة المقارنة يبقى الزمن الفعل مع زمن الحال في وقت واحد يشرح المعلم بيشرح هو نشيط يشرح مضرعه ونشيط مضارع في حال مقدرة المقدرة هيبقى زمن زمن الوصف متأخر شوية عن زمن العام يعني الحال متأخر العامل سابق الفعل سابق ادخلوها مستقبل وخالدين حال في حال محكي ما كان زمن الوصف هو اللي متقدم عن زمن الفعل زي نجحته الوصف مذاكرا سابق الفعل طيب النقطة اللي بعدها اقسام الحال باعتمار افرادها وتعدد مع صاحب في حال مفرد لصعب حال مفرد يعني واحد لواحد اقبال الطالب مسرعا الطالب حال واحد صعب حال واحد ومسرعا واحد برا في متعدد لصعب حال مفرد يعني مثلا ايه معك صعب حال واحد اهو اقبال الطلاب مصرورين نشطين معك كم حال اتنين مصرورين ونشطين ومعك ايه صعب حال واحد معك اتنين حال ومعك صعب حال ايه واحد طيب المتعددة دي بقى نوعين متراضفة اذا كان الحلان وصف الاسم المفرد الاثنين للاسم حضرت الاسم مفرد زي حضرت الطالبة سعيدة مصرورة الحلان لاثنين سعيدة ومصرورة وصف الاسم المفرد اللي هي الطالبة طيب فيه متدخل اذا كان الحال الاول وصف للاسم والحال التاني وصف للضمير للضمير المستدخل زي مثلا ايه عندك مثلا وفيه حال متعدد لصعب حال متعدد حال متعدد لصعب حال متعدد دونها التالي قابلت سعيد فرحة فرحا مصرورة معك كم حال هنا اتنين ومعك كم صعب حال برضو اتنين تاني نقول من الاول فيه حال مفرد لصعب حال مفرد اقبلت طالب مسرعا واحدة لوحد وفيه متعدد لصعب حال مفرد يعني معك اتنين حال وصعب حال واحد اقبلت طلاب مصرورين نشطين وفيه متعدد لمتعدد زي قابلت صعاد فرحا ايه مصرورة الحال بقى اقسام الحال فيه حال مؤسسة وحال مؤكد يعني ايه حال مؤسسة حال مؤسسة التي تفيد معنى جديد لم يسبق الإشارة إليه حال مؤسسة ده اللي بتفيد معنى جديد لم يسبق لشان ما قلناش قبل جيني يعني انا بقول لك حضر ولد مصرور هل كنت عارف ان هو مصرور لا طبعا يبقى ده اسمها حال مؤسسة بتؤسس معنى جديد هي التي تفيد معنى جديد لم يسبق الإشارة إليه فيه حال بقى مؤكدة هي التي تفيد مفهوما معلوما حاجة معلوم قبل التلفز به حاجة معروفة قبل التلفز بس هيها ثلاث أنواع فيه مؤكدة لعاملها زي قولت العامل اللي هو الفعل أرسلناك للناس رسولا فرسولا تأكد لا أرسلناك فيه مؤكدة لصاحبها حضر الطلاب كلهم وص وص كلهم جميعا فجميعا تأكد للطلاب وفيه حال مؤكدة لمضمون الجملة زي زايدن أخوك عطوفة زايدن أخوك ايه عطوفة نبقى تاني الحال المؤسسة يعني بتفيد معنى جديد معنى لسه ما تلفزتش بيه جاء مثلا للطالب مصروه فيه حال مؤكد تفيد معنى جديد مفهوما قبل التلفز به بس هي ثلاث أنواع مؤكدة لعاملها للفعل أرسلناك رسولا مؤكدة لصاحبها حضر الطلاب كلهم جميعا جميعا تأكد للطلاب لمضمون الجملة زايدن أخوك ايه عطوفا بما أن هو أخويا فيه عطوف أو فاطمة أختك رحيمة فبما أن هي أختك تبقى رحيمة في المعاملة معنى أقسم بقى الحال باعتبار المفرد وغير يعني هل مفرد ولا جملة ولا شيء بجملة في حال مفرد هو ما ليس جملة ولا شيء بجملة كلمة واحدة سواء كتلكلمة مفرد أو مسنة أو ايه أو جامع حضر الطالب مصرورا كيف حضر الطالب مصرور حال مفرد في غير مفرد الغير مفرد بقى فيه جملة اسمية زي مثلا حضر الطالب وهو ايه مصرور وهو مصرور حال جملة اسمية فيه جملة فعلية جملة فعلية زي مثلا حضر الطالب يضحق لو سألت كيف حضر الطالب يقول لي ايه يضحق جملة فعلية فيه شبه جملة شبه جملة زي يقف المعلم امام الطلاب امام الطلاب هو حال جملة للمين? حال شبه جملة للمعلم يبقى في الحال من حال فيه مفرد ما ليس جملة ولا شبه جملة كلمة واحدة اقبلها الطلاب مصرورين حال مفرد سواء كانت الكلمة ده مفرد او مسنة او جامع طيب في حال جملة اسمية هتلاقي دايما الواء والضمير هضر الطالب وهو مصرور هضر المعلم هو سعيل اقبل الولد هو حزين فيه حال بقى شبه جملة جاره مفرد يجبط معلم امام الطلاب امام الطلاب ايه شروط بقى وقوة الحال جملة عشان الحال جملة شروطها ايه اول حاجة ان يكون صاحب الحال معرف اهو الطالب معرف اهو الطالب معرف اهو المعلم معرف انت اجتمل جملة الحال على الرابط كلمة رابط يعني حاجة في جملة الحال بتربطها بالحال ذاتنا بصعب الحالة زي مثلا الواو والضميرة الواو والضميرة دي اسمها هوو الحالة وهو طيب ايه صور الرابط الرابط اشكاله ايه ممكن يكونوا الضمير ابصرته الطائر يغرد يغرد اتقول الفعل ده من المستخدره هو طيب هو عايد على مين عالطائر عادي ممكن الواو بس جاء الطالب والشمس ساطعة الواو ايه والواو بس ممكن يكونوا هوو والضمير حضر الطالب هوو مصور عادي الواو ايه والضمير طيب كيف يبقى لارس الحال خلص تعالى بقى ننقل على الدرس اللي بقى التمييز ايه هو التمييز قال التمييز اسم نكرة اسم نكرة فضلة منصوب مبين لابهام او مزين لابهام مفرد او ابهام نسب يعني ايه مش فاهم يعني انا قلتك زرعت فدان وسكت هتقول لي فدان ايه مثلا قامح بقى كلمة قامح جاء عشان ايه عشان توضح عشان تقول مثلا تزيل الابهام لابه دا اسمه تمييز طب اقسام التمييز التمييز نوعين في ذات او مفرد وفي نسبة او جمل تمييز المفرد الاول لاربع انواع عدد باي كلمة بعد العدد زي مثلا قرأتو سلاسة كتب كتب تمييز مجرور تمييز عدد ماشي تمييز مفرد او بعد الكيل عندي اردب قامح كلمة اردب او وزن اشتريتو كيلو عناب عناب تمييز بص بتعرف نوع القمة التمييز من مميز كلمة معز يعني الكلمة اللي قابلت تمييز يعني مثلا كتب تمييز عدد عشان ابلها سلاسة اللي هي عدد كتب اه اقتامح تمييز كيل عشان قبلها اردب كيلو ارض تمييز عدد تمييز امساعة عشان قبلها كلمة فدائرة يبقى التمييز المفرد كيل عدد كيل وزن مساحة عدد زي لسقط كتب كيل ارداب بقمح وزن كيلوت ونينب مساحة زي فدان ايه ار فيه تمييز النسبة تمييز النسبة فيه محاولة عن فاعل يعني محاولة عن فاعل يعني الجملة التمييز كان اصله فاعل يعني اشتعل الرأس شايف اصل الجملة اشتعل شايف فشايف كدفاع طابة محمد نفسا هي اصل الجملة طابة نفس محمد فنفس كدفاع فيه محاولة عن مفعول زي وفجرنا الارض عيونا اصلا ايه فجرنا عيون اعمل علامة اكس كده وات هتلاك فجرنا عيون فعيون مفعول يبقى محاولة عن مفعول فيه محاولة عن مبتدأ زي محمد اطيب الناس نفسا نفسا دي تمييز محاولة عن مبتدأ لان برضو ايه نفس محمد اطيب نفس فهي كان اصلاق ده محاولة عن مبتدأ يبقى فيه محاولة عن مفعول فجرنا ارض عيون محاولة عن مبتدأ محمد اطيب الناس نفسا فيه غير محاول بقى غير محاول يعني زي امتلأ الكوب ماء امتلأ الشجر وصمرا ده تمييز غير ايه نحول تعال نتكلم على تمييز العدد وكتابة الاعداد بقى ازاي اكتب الاعداد قال لي مبتدأ ان العدد واحد واثنين واحد واثنين دول ليس لهم تمييز يعني ايه اه حضراء واحد طالب طول حضراء طالبه خلاص ولو جعل نوزن فاعل بيوافي يعني حضر رجل واحد يعني عدد واحد اتنين دول بره في الكتابة خالص يعني كرأته كتب لي كرأته وكتب لي عدد واحد وقصة اقول له كرأته قصة طيب لو اتنين اقول له قصتين طيب من ثلاثة لعشرة التمييز بتاعهم جمع مجرور يعني الاول اللي بعد العدد بيقى جمع طالبته ويخالف العدد المعدود فى التسكير والتانيس يعني ايه يخالف العدد المعدود فى التسكير والتانيس يعني مثلا طالبات مفردة طالبة مؤنسة فأم تجeب ثلاثة مذكر طلاب مفردة طالب مذكر فأم تجeب ثلاثة مؤنس م investir بعد اليئبقى ،جمع بيه خالف 11 و 12 التمييز بتاعها مفرد منصوب وبيوافع حضر 11 طالبا واحدى عشرة طالبة شوف التمييز بتاعها مفرد منصوبة وطالبا وبيوافق 11 مذكر واحدى عشرة مؤنسة طالبة طيب 12 زي حضر 12 طالبا وإثنتا عشرة طالب يبقى العدد 11 و 12 التمييز بتاعها مبدايا مفرد وبيكون منصوب دي اول حاجة 2 بيوافق يعني بيوافق تقولها 11 في المذكر و 11 عشرة في المؤنسة العدد من 13 إلى 19 التمييز برضو بتاعها مفرد منصوب من 13 إلى 19 تمييزها مفرد ايه؟ منصوب الجزء الاول هيخالف والثاني يوافق الجزء الاول يخالف ازاي؟ يعني بصق حتة الاولة ايه؟ 3 بتخالف طالبا و 10 بتواب ببقى 3 عشرة طالب و 3 عشرة طالبا حضر 3 عشرة طالبا و 3 عشرة طالبا طيب المية والالف بتستعمل بصرة واحدة ما متتغيرش أو حضرة 100 طالب طالب ما متتغيرش ده بالنسبة لكتاب التمييز الايه؟ العدد 10 مفرد سيبه مفرد و هو منصوب تعالى نتكلم على الدرس اللي بعده اسلوب الاستثناء يعني استثناء الاخراج بلا او احد اخواتها من حكم صابت يعني بطلع مسلا بستعمل الا و بطلع بيه واحدة هي او واحدة من اخواتها لاسم داخل في حكم صابت مقونات اسلوب السسناء فيه مستثنى هو المخرج بإيه مثلا حضر الطلاب إلا محمه بقول حضر الطلاب إلا محمه بيقولوا أن محمد ده المستثنى هو المخرج بإيه والطلاب والمستثنى منه هو المخرج منه بإيه يعني أنا بطلع منه وفي الأدواب اللي إلا غير سوى ليس ليكون خلا عدح طيب إيه أنواع الإسلوب اللي هستعملها في الإعراب فيه عاجة اسمها إسلوب تيم تيم هو ما ذكره فيه المستثنى منه يعني مثل حالة الطلاب إلا محمد الطلاب موجوده يبقى إسلوب تيم فيه عكس ناقص عكس التام ناقص التام بتذكر المستثنى منه الناقص يحزف المستثنى منه ودائما الناقص بيكون منفي وبيسمو اسمه مختصر اللي هو مفرغ يبقى فيه أسلوب تيم اللي المستثنى منه موجود وفيه ناقص المستثنى منه إيه محزو طيب فيه منه متصل المتصل اللي المستثنى جزء مستثنى منه يعني سعاد الطلاب حضر الطلاب إلى محمد محمد ده جزء من الطلاب طيب فيه منقطع طيب لو قلت لك حضر الطلاب إلا كتاب هل الكتاب جزء من الطلاب؟ قال لي لأ يبقى هنسميه تام بس منقطع يبقى لو قلت لك مثلا أكلت الطعام إلا كتاب قلت لأ الكتاب مش جزء من الطعام قال لي هنا يبقى للسلوب تام بس منقطع طيب لو قلت لك أكلت الطعام إلا رغيفا ماشي عادي ده عادي طيب في منه موجب موجب يعني مسبب اللي ما فيش قبله أداة نفي زي هنا كده حضرة الطلاب ما فيش أداة نفي خالصا في منفي لو قلت مع حضرة حطيت أداة نفي بقى مع حضرة إلا طالب مثلا كده منفي ماشي يبقى المستثنى منه ده اللي بيبقى قبل إلا والمستثنى اللي بعده بسميه تام الاسطوب تام لو المستثنى منه مو وسميه ناقص لو المستثنى منه مش مو طب متصل إمتى متصل إمتى متصل لو المستثنى جزء من المستثنى منه ومنقطع لو المستثنى ليس جزء تمام طب أي فايدة الكلام ده بنحتاجه عشان تعال شوف الأحكام كده وانت هتعرف أي عمية الكلام قال لي بصي يجب نص نص بالمستثنى في ثلاث حالات هيجب نصبه في ثلاث حالات لو الاسطوب مثلا يعني حضر الأولاد إلا محمد الاسطوب تام مسبتة تام مسبت متصل محمد مستثنى منصوب حضرت قوم إلا حمار أو منقطعة يبقى الحالة الأولى لو تام مسبت سواء متصل أو منقطع هنا حمارا أو محمد واجب النص كمان مع الكلام التام المنفي المنقطع بس لا يصحة أصلة العامل يعني منفعش أشيل ما وقل ما تقدم المقصرون لتأخير برضه أتأخير ما زاد المال إلا نقصا منفعش أقول ما زاد المال نقصا منفعش أصلة العامل يجب النص الحالة الثانية أو الثالثة إذا تقدم المستثنى على المستثنى منه يعني مثلا مع حضرة إلا محمد الطلاق هنا في الحالة ده أنت مجبر أنك تقلب محمد مستثنى منصوب يجب النص في ثلاث حالات واحد للأسلوب تام مسبت سواء متصل أو منقطع اثنين مع الكلام التام منفع المنقطع واللي ما ينفعش أصلة العامل ينفعش أشيل ما وإلا ثلاثة إذا تقدم المستثنى بس أه المستثنى محمد بتقدم على المستثنى منه معان المفروض المستثنى منه يجي في الأول طيب يجوز النص والإتباع إمتى قالي مع الكلام التام المنفي يعني مثلا تام ما حضرت طلاب إلا خالد هو تام بس منفع عشان قبله إيه أداة نافع هنا يجوز النص والإتباع النص بيع تعربه مستثنى منصوب الإتباع يعني تعربه بدل بدل من اللي قبله البدل كيه كيه من التوابع بياخد علامة العربي يعني مثلا حضرت طلاب إلا خالد يبقى خالد بدل بدل مرفوع اتنين مع الكلام التام المنفي المنقاطع اللي ينفع صلة العام حضرت طلاب إلا كتبهم هنا كتبهم يا جزء النص والإتباع النص بيع تعرف مستثنى منصوب أو الإتباع طيب الحكم التالت طب إمتى يعرب حسن موقعه في الجملة قال يعرب حسن موقعه في الجملة مع الكلام النقص المنفي المفرغ ما حضر إلا طالب أكيدنا بقول حضر أطالب فعل تمام طيب يبقى تاني يبقى الأسلوب تم مصبت سواء متصل أو منقطع تم منفي متصل أو منقطع نقص منفي مفرغ سواء مفرغ زي ما حضر إلا طالب طيب قلنا يجب النص بفتلت حالات للأسلوب تم مصبت سواء متصل أو منقطع أو تم منفي وما ينفعش صلة العامل أو تقدم المستثنى على المستثنى منه طيب يا جزء اتبع في كم حالة أقل في حالتين مع الكلام التام المنفي زي ما حضر إلا طالب ما حضر الطلاب إلا خالد آسف ومع الكلام التام المنفي المنقطع ويمكن تصلت العامل زي ما حضر الطلاب إلا كتابه طيب هيعرف حسب موقع في الجملة إمتى يعرف حسب موقع في الجملة مع الأسلوب النقص المنفي اللي احنا قلنا عليه المفرغ اللي هو ما حضر إلا طالب هتشيل مو الا لكنك بتقول حضرة طالب حضرة بفعله وطالب ايه? طيب الاستثناء بغير وسوى بقى. الاستثناء وبقى غير وسوى هتاخد برضو لنفس الاحكام. ما بعده غير وسوى اللي بعد غير وسوى دايما بتعارب مضاف اليه. طب وهم هم بتعاربوا اعراب اللي بعد الاكن اللي كانت موجودة. شيلها ادي نفس الاعراب لغير وسوى واعرب اللي بعدها مضاف اليه. يعني مسلا حضرة طلاب غير محمد. يبقى عندي غير هتتعارب مستثنى منصوب ومحمد مضاف اليه. ما حضرة غير محمد. يبقى غير او سوى لاتنين واحد تريد فاعل ومحمد مضاف اليه. طب الاستثناء باب ليس ولا يكون. قال ما بعدهما خبر لهما. اللي بعدهم دايما بتعارب خبر ليس او خبر لا يكون. وهما فعلان ناسخة. طب وفن اسمهم ضمير مستثنى. يعني حضرة طلاب لا يكون او ليس محمد. ليس او لا يكون. فعل ماضي ناسخ او فعلهم ناسخ. ومحمد خبر للا يكون. واسم ضمير مستثنى. اخر حاجة. الاستثناء بعد وخلا وحاشة. اذا لم تصبك بمال مصدرية. يعني لو مجايش قبلها مال مصدرية. في الحالة ده تاخدها فعل ماضي. واللي بعدها مفعول بيه او حرف جر واللي بعدها اسم مجرور. يعني حضرة طلاب عادة محمد. ممكن تاخد عادة حرف جر واللي بعدها اسم مجرور. او فعل ماضي واللي بعدها مفعول بيه. طب اعرف انا اعراب ليه اتنين. محتاجين نعرف الاعرابين ليه اتنين. طب لو جاب لها امام مصدرية. اتاخد عارب واحد بس. فعل ماضي واللي بعدها مفعول بيه. يعني حضرة طلاب معادة محمد. يبقى معادة فعل ماضي ومحمد مفعول مفعول بيه. تعالي بقى كده نكمل على الصرف بقى. كده خلصنا النحو الصرف. اول نقطة في الصرف واقسام الفعل. الفعل زي ما انت عارف فعل صحيح ما خلى اصوله من حروف العلم. زي مثلا كتب لعبة. في صح سالم. ما سلم اصوله من الهمز والتضعيف واحرف العلم. زي فاهم ما كتب لعبة. في مهموس. ما كان احد اصوله همزة. اخز في الاول. سأل في الوسط. قرأ في الارف. في مضاعف. سلاسي ما كان عينه ولامه من جنس واحد زي مادة. هده. شده. رباعي ما كان فاولامه الاولى من جنس عينه ولامه الثانية. زي حصحصة زلزلة. بالفعل الصحيح كم نوع سالم مهموز مضاعف. في المعتل. المعتل اللي بقى. ايه هو المعتل. ما كان احد اصوله حرف عل. احد اصوله حرف ايه? عل. واربعة انواع. في معتل مثال ما كان فوع عل. زي ايه مثلا? وعد او وفد او حرف عل. في معتل اجوف. ما كان عينه حرف عل. نص حرف عل. قال. باعصن. في معتل ناقص. ما كان لامه. يعني اخر حرف. حرف عل. زي خشا. قضا. في لفيف. يعني لفيف. في حرف نال. في لفيف مكرون. مكرون ما كان عينه. فاقه ولام. مكرون اسف. يعني جنبه بعض. ما كان عينه ولام. وفي مفروك. ما كان فاقه ولامه. حرف عل. يعني اوله اخر. في حرف عينه زي لوة. لوة. لام واوية. عندك لوة. هنا معتل لفيف مكرون. بس معتل لفيف ايه? مفروك. طيب. تعال اخد اسناد الفعل للضمار بقى. ازاي ادخل على الفعل للضمار? قال للضمار في ضمار رفع متحركة لازمة انت بحافظها تق فاعل. انها فاعلين هو النصر. وضمار رفع ساكنها. وهو جماعة. الف سنين يا مخاطب. ودي بقى عارف ان الفعل الماضي ما يخش عليها المخاطب. والمضارع والامر بيخشش عليهم. ولا تق الفاعل ولا نال فاعلين. تمام كده? واللي بيحصل في الماضي هو المضارع واللي بيحصل في الامر. يعني مثلا اعمل لك امثل. جيب لك مثلا فالصة زي كتب. دخلت الفعل كتبته. انا الفعلين كتبنا. نون النسوة كتبنا وهو جماعة كتبه. الف سنين كتبه. ويا مخاطبة لا. ما حصلش في حاجة. يبقى الفعل الصحي السالم ما حصلش في ايه. ما حصلش في ايه تغيين. خلاص? طيب. المضارع منه يكتب. يكتب مش هي برضو مش هتخش في ايه حاجة. تعال اللي هو الصحي برضو. عندي يكتب بس. برضو مش هتخش على تغيين الفعل انه مضارع. ولا نال فاعلين. نون النسوة كتبت يكتبن انه وهو جماعة يكتبون الف سنين يكتبان يا المخاطبة يتكتبين ما فيش حاجة. طب تعالي شوف المضاعف مادة. تغيين الفعل مددت وفكت التضعيف. مددنا فكنا التضعيف. نون النسوة فكنا التضعيف. معاوز جماعة الفلسطين ما حصلش ما فكناش. بعاوز اقولك ان الفعل المضارع الفعل المضاعف السلاسي مع ضماء الرفع المتحركة هنفك التضعيف. طيب. عندي قال اللي هو الاجوف. قال الماضي منه ايه? دخل عليه تلك الفعل قلتو. حزفت حرف الالة. قلنا حزفنا حرف الالة. قلنا حزفنا حرف علم. وهو الجماعة قال وما فيش حاجة. قال في السنينة قالها ما فيش اي حاجة خاص. يبقى انا ممكن اقول ان الفعل الاجوف مع ضمائر الرفع المتحركة هيحزف حرف العلم. طيب. النقص ساعة. قال الفعل الناقص بقى برضو مع ضمائر الرفع المتحركة هيرد حرف العلم الاصله. يعني ساعة تبقى سعيتو. سعينة. وهو الجماعة دعا دعوتو. يبقى ايه اللي حصل برجح حرف العلم الايه? الاصله. وخلي بالك مع هو الجماعة. هتلاقي حرف العلم ده السن بتشاه. انا هعملها لك زي ملقص تحت ديه. القاع ديه. يبقى الفعل الصحيح السالم والمهموز والمضاعف الرباعي والمعتل للمسال ما حصل لهمش ايه تغييرهم. المضاعف السلاسي. ماضي امره مضالع يفق التطعيف لصدد ضمائر الرفع. والاجوف هيحزف حرف العلم مع ضمائر الرفع المتحركة. والناقص هيرد حرف العلم مع ضمائر الرفع المتحركة ويحزف مع اوه ديه? ويحزف مع اوه الجماعة. تمام? تعالنا نتكلم على اقسام الفعل لازم متعد درس التالي. قال الفعل اللازم هو يعني فعل لازم? قال هو ما يكتفي بفاعله. يعني ايه برضو مش فهم يكتفي بفاعله دي? يعني ويجلوش مفعول. لا ينصب مفعول به مباشر. ينسام ايه? لازم هو ما يكتفي بفاعله ولا ينصب مفعول به مباشرا. ما بنصبش مفعول به. الفعل اللازم ده. منه مثلا ايه? فيه منه افعال النظافة مثل زي دانس اه? افعال مثلا زي مثلا نظافة دانس. لون مطاعة طهرة قزرة شرف وحزن زهب عادة. افعال ده كل ما فعل لازم. او لا فعل عز نفعل لا. زي مثلا ما امنش مأز حنجم. يبقى تسمع افعال لازم. يعني افعال لازم تاني? هو ما يكتفي بمرفوعه. مش محتاج مفعول به. ما بيجيش معاه مفعول ايه? مفعول به. طيب فيه فعل متعدي. فعل متعدي بقى بيحتاج لمفعول هو الذي لا يكتفي بفعل يعني هاجه جوب جملته من فعل وفعل ومفعول ممكن يقول لك بطريقة اسهل سوية لازم ما ينفعش دخل ضمير نصف اللي هو كاف خطاب يعني مثلا طهرة حزنة ما ينفعش اقول حزنك اما المتعدي عادي ممكن اقولك الدرس كتابه عادي ده فعل متعدي طب هي انواع الفعل المتعدي في متعدي المفعول واحد بيجي له مفعول واحد زي فاهم الطالب الدرس ماذا فاهم الطالب الدرس مفعول واحد بس في متعدي المفعولين بس متعدي المفعولين نوعين يعني متعدي المفعولين يعني الفعل هينصب مفعولين اتنين في متعدي المفعولين اصلهم المبتدأ والخبر يعني بيجي له مفعولين اتنين والمفعولين دول كانوا في الاساس مبتدأ وخبر وده تلات انواع افعال الركحان اللي هي الشك ظنة حسبة زعمة خالة هو الطالب مقتهد. قبل ما ظنه تخش الطالب كان مبتدأ مقتهد خبر. لما دخلت ظنه نصبت المفتدق في اول الطالب مفتدق و م خذت مسأل مفعدتين. 것도 منذ ونسبت مفعولين? يعني في امتي تعني وهو انسب مفتدق مفاولين اصفاهم مبتدق وخبر يعني هما اساسا المفاولين دول كان اساسهم مبتدق وخبر. يعني اياف عالمسي ركحان برضه الشك يعني شك طيب فيه أفعال اليقين اليقين علي ما وجده وراء وآيقان وآلف وداري برضو نفس الفكرة تنصب مفعالين أو علمته الطالب مكتهم فيه أفعال التحويل زي رد طرقة اتخذ جعلة عادي جعلت الأمة ضاكية خبزا عادي مش مشكلة تبع عارف أن الأفعال بتنصب مفعالين أصرهم تدر الخبر لو تحزفهم هتصح لما بعدهم جملة يعني ينفع ألما أشيل مفعول به أفعى أشيل الفعل والأشيل الفعل والفعل هل يتنفع جملة أما المتعد المفعالين ليس أصرهم ومتدر الخبر لو شلتهم مش هينفع جملة طيب فيه متعد المفعالين ليس أصرهم ومتدر الخبر زي مثلا إيه أعطى منحة كساء البساء وهبة أعطيت الفقير مالا لو شلت أعطى فعل مواضي الفعل الفقير مفعول به أول مالا مفعول به ساني فيما ينصب سلاس مفعيل أريا أعلامة أنبأة نبأة أخبار أحد دا النقطة اللي بعد كده ما هي أشهر أسباب تعدي الفعل يعني إزاي أخلي الفعل من لازم أخليه متعد إزاي أحاول الفعل من لازم المتعد ممكن أزيد أزود همزة التعادية يعني همزة التعادية دي همزة بتحول الفعل اللازم من متعد زي قرمة مثلا أحطوا له همزة في الأول تبقى أقرمت أول زود ألف وسين وته خرجها مثلا تتفعل لازم خرجها محمد بس لما أقول استخراج أحط ألف وسين وته يقول يتحول من فعل لازم لفعل إيه متعد أو أزود ألف المفاعلة زي جال الفاعلة زي جالسته جلسك اللازم حطول للألف بقيت جالسته متعد أو أضعف العين أضعف قطع أصد قطع ماشي أو هزبت هزب أو سقوط حرف الجر إنك تشيل حرف الجر يعني هو كان متعد بحرف الجر أشيله خار زي قولت علي أعجلتم أمر ربكم طيب إيه أشهر أسباب لزوم الفعل إزاي الفعل أشهر أسباب لزوم الفعل المتعد إنه ممكن متوعة الفعل الفعل المتعد المفعول واحد زي مثلا إيه قصرت الزجاج فانقصرة أو تعحول الوزن فعلة فهمة ساعد ما أفهمها أو تضمنوا معنى اللازم فليحظر الذين يخالفون عن أمر تعالي للبقى للدرس اللي بعده بناء الفعل المجهول الفعل خلي بالك نعين فيه فعل مبنى للمجهول يعني الفعل بتاعه مش معروف وفيه فعل مبنى للمجهول المجهول فعل بتاعه مش معروف أو مبنى للمفعول وفيه مبنى للمعلوم فعله معروف أو معروف طبعا من الفعل المجهول إزاي؟ قال الفعل الماضي هيضم أوله ويقصر ما قبل آخر زي مثلا فاهمة يبقى فوهيما عن ما تبقى علمة ومع إنك هتشيل الفاعل تحذف الفاعل وتحط المفعول به مقامه مكانه يعني هيبقى المفعول به بدل ما كان الدرس مفعول به ويتقلب نايف فعل وياخد نفس أحكام الفاعل فوهيما الدرس وهتخلي بالك إن الفعل المبدوه بألف وصل يضم أوله وثالث زي استخدمته بقصة وخديم ماشي؟ ولو كان برضه الفعل الحرفي التاني فيه معتل الوسط أجوى في عينه ألف جازة إن انت تقسر أوله وتقلب الألف يا أو تدزق بعت بقى بيع أو تضم أوله وتقلب الألف ووزي بقى بوع أو الإشمام إنك تنطق الحركة بين الضم والكس والإشمام ده خاص بالنطق ما بيتكتبش يبقى الفعل الماضي هضم أوله وقصر ما قبل آخره وهشيل الفاعل وحط المفعول به مكانه ويتقلب نايف فاعل ولو مبدوه بألف وسين وتهل ألف وصل هيتضم أوله وثالثه ولو أجوب زي باع يجبوز إن انت تقلبوا ووزي بوع وتضم أوله أو تقليب أياه وتكسر وتحط وتكسر أوله وبقى بيع ولو كان مزيد بألف بألف زي شاهدة تقوم أيل شهدة تمام طيب ولو اجتمل على ألف زي ده زي ساهمة بقى ساهمة ساعدة سعيدة طيب المضارع بقى المضارع يضم أوله ويفتح مقابل آخره زي يفهم الدرس يقال الحق تمام يفهم الدرس ولو الفعل قبل آخره حرف مد وو أو يا زي يقلت بقى يقال ويا بيعت بقى إيه يباع تمام النقطة اللي بعد كده آخر النقطة بعانا اللي هي توكيد الفعل بالنوقع الفعل الماضي انت عندك الفعل ماضي ومضارع وقام ازاي توكيد الفعل بالنوقع اول حاجة الفعل الماضي الفعل الماضي لا يأكد بالنوقع ليه لان النوقع تدل على الحدث في المستقبل يعني والفعل الماضي حدث وانتهى طب لو انا حابب اأكده احط قبله قد او لقد زي قولي تعالى قد أفلح المؤمنون يبقى الماضي حكم توكيده ممتنع طب بالنسبة للامر الامر دايما جائز توكيده على طول جائز جائز التوكيد بالنون يعني برحتك اسمع نصح المعلم زي تسوي اسمع طب بالنسبة للمضارع المضارع يجب توكيده بالنون في قواعي يعني ستوفر في شروط لو جاي في قسم مستقبل مثبت ما فصلتش زي قولي تعالى طالله لو زاكره يعني اوز اربع شروط قسم ويكون الحدث في المستقبل وما يكون الجملة مثبتة وما يفصلش بينه وبين اللام بفاصل ولو توصفر الاربع شروط يبقى الفعل كده واجه طب مفرد فقط شرط يعني ما جاش في قر قسم او الدلع الماضي او الحال او جاي منفي او فصل يبقى انت دخلت في الحكم اللي بعده اللي هو ممتنع يامتنع التوكيده او زي ما يصبك بقسم زي مثلا يزاكر كده او جاي منفي والله لا يزاكر او دلع الحال والله لا ازاكر الان او فصل بين الفعل واللام بفاصل زي والله لا سوف ازاكر يعني شوف قط شرط من الاربع الاولانيين خلاص يبقى هالفعل كده ايه يبقى في الحالة ده يبقى ممتنع طيب يجوز توكيد الفعل بقى امتى اذا وقع في جملة طلبية يعني ايه جملة طلبية يعني جاي معها امر او نهي او استفام او تمني او ندان زي يصل لا تحسب ان الله غافلان او وقع بعد ان الشرطية المضغمة في ما زي اما يبلغان يبقى يجوز برضو بقصر هنا كده يجوز طيب احنا قلنا الماضي توكيده ممتنع الامر جايز المضارع لو قسم مثبت متصل بالله ما فصلش يبقى واجب غير فقط شرط من دول ممتنع طيب ويبقى جائز لو جاي في جملة طلبية او وقع بعد اما زي قولت على اما يبلغان عندك طيب تعال نتكلم بقى عشان يبقى جبنا برضو التعبير الوظيفي او الانشاء والتعبير كده ناخدهم معانا عشان يبقى راجعنا على عرب كله بفضل النصوص والمطلع التعبير الوظيفي هو ذلك النوع الذي يحتاج اليه الانسان في مختلف مواقف حياته ايه اللي بيمتاز بالتعبير الوظيفي بانه اقصر تحديدا واختصارا في توصيل الافكار ومعلومات طب ايه مجالات التعبير الوظيفي الرسائل بركيات ملخصات محاضرات اللافتات تعال نبدأ بالرسائل الرسائل اللي مراسات هي مخاطبة الغائب بلسان القلم لاغراض متنوع ايه فايدتها اه مثلا انما عن فكرة الكاتب وعطفه عاوز يعبر عن فكرته او عطفته او انه يقارب بين الناس او انه حابب انه يعبر عن قضاء اغراض معين ايه خصائص الرسائل البساطة والجلاء الاجاز والملأم انواح عامة وخاصة الرسائل عامة نوع من الرسائل عرفت منذ عدر السلس كان بيكتبها للملوك والخاصة بيكتبها للكاتب او الى اصدقائه او من الرسائل الالكترونية زي البرقيات والاعلان واللافت ايه اللي بينبغو مراعاته مثلا انت كتبت الرسالة الالكترونية تحديد عنوان الرسالة بدقة الدخول في صلب الموضوع مباشر التنسيق الجيد مراجعة نص الرسالة قبل ارسالها تمام ايه اهم ما يجب كتابته داخل الرسالة مسحن الالكترونية عنوان الرسالة والبسمال البدئ باسم المرسل اليه جملة الترحيب الموضوع جملة اختمية وفي الختام اسم المرسل وهاتفه طيب يعني ايه برقية بقى هي عبارة عن رسالة مجازة بتعبر عن فكرة معينة ايه اللي بيجب مراعاته عند كتابة البرقية انت كتب باللغة العربية الفصحة الاجاز اسم المرسل اليها على الصفحة ناحية اليمين اسم المرسل اسفل الصفحة اليسار تسجيل اليوم والتاريخ اسفل الصفحة طيب اللي بعدها اللافت ايه اللافتة وسيلة ارشادية التوضح توضع في مكان واشترط فيها انها تكتب باللغة العربية الفصحة وبتكون مجازة وتستخدم فيها الصور كواصيلة اضاحية طيب ايه اللي بتمتاز بالكتابة العربية ومسير في جمالها بتمتاز الكتابة العربية بجمال حروفها ويرجع الى ما فيها ممرونة ومطاعة بعد خصائصها بتحتلم ساعة محدودة صور حروف العربية قليلة بتمتاز بسط الصور فيها تختص الكتابة العربية بنسبة احرف لا توجد في لغة العربية فاحروف مش موجودة زي الساء والقاء والدال والغين والضاد انفرضت بحرف الضاد اللي سمعت لغة الضاد عدد حروفها كده 29 حرف تبدأ بالهمزة وتنتقى بالياء وكده 28 بجعل الهمزة والالف حرفا واحد بكده احنا راجعنا على فراع العربي كله خلاص قدنا نحو بالتفصيل والصرف وعملت لك موجز كده بصرعة قراءة كده للانشا والخط والتعبير حاولت تسمعها اكتر من مرة وبتوفيق رب نسلح لكم يا رب واستنى برضو الفيديو اللي هيبقى فيه حل مجموعة المتحانات كاملة لسواء النحو والصرف او جيب